موسيقى موسيقى يا ناعم اه يا ناعم اه يا ناعم اه يا حلوتك وانت فاهم انك ناعم يا ناعم اه يا ناعم اه يا ناعم اثناء عملك في المسرح كنت نازلت في المدرسة ولا كنت تركت المدرسة لا انا كنت في المدرسة وصار عندي مشكلة بالمدرسة انو الرهبات شافوا صوري معلقين اه مش مش قلتلك انو منعمل حفلات كانوا يعملوا حفلات اه شافوا صوري معلقين على الحيطان وبعد ان البنات صاروا يحكوا للرهبات انو انو انا صوري معلقين وبعتت وراي الريسة الكبيرة الممير قلتلي انتي فيقلك صور معلقين انتي ليش هو الصور هدول قلتلا انا بغني قلتلي شو بتغني عربي قلتلا ايه قلتلي ممنوع تغني وتضلي بالمدرسة قلتلا ليه شو 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 فيها قلتلي لا انا بتشوف امك يعني طبعا التالى الماما وراحت قبلتون ما رضيوا انو اضل بالمدرسة وصوري تتعلق بهالوقت هيدا اه كملت السنة عندن انا والماما غيرتلي مدرسة صارت بدل حطتني بالمدرسة اسمه مدرسة الاهلية اه مدرسة خاصة يعني ايه طبعا بهالمدرسة الخاصة ما كان عندن مانع انو انا اغني واضلني بالمدرسة هاي البصة بعد هالمرحلة اكيد في كان محطة مهمة في حياتك اللي بتأتي مباشرة بعدها شو نحكي عنها شو كانت المرحلة اللي بعد هاي المرحلة اللي حكينا عنها هي المرحلة المهمة كانت انو رحنا على مصر ما قلتلك انو الماما مصرية وكانت تروح تقريبا كل سنة على مصر عشان تشوف اهلا وهيك هلا انا كنت هون بتدي تغني وعبلوها بعطاني مثلا الترخيص اغني اغنيه وهيك وابتدأ اسمي يصير يناري في منيح يعني هلا رحت معن انا على مصر وطبعا وانت بقتلك انو ماما فناني وبتعرف ناس كتير وهيك وصارت تقوله انو انا صرت غني وصوتي حلو وكذا ولو الصداف اه تعرفنا بمخرج اسمه نيازي مصطفى وبالمنتج اللي هو مدير الانتاج تبعه اسمه حنى فوزي هلا هلا هالمخرج اللي اسمه نيازي مصطفى والمنتج اللي اسمه حنى فوزي من بعد ما سمعوا صوتي حكوا مع اهلي وطلبوا منن انو يعملوا عائد معن اول عائد على ثلاث افلام شو صار بالنسبة للعقود؟ الحقيقة مدوا عقد على ثلاث افلام هلا كان في حلم رفلي كان مكيورو بيعمل مكياج اجوا باول فيلم طبعا اختاروا مين اللي بدوا يمثل معي يعني بالقصة طبعا الله يرحمه بشارة وكيم فردوس محمد وفي الاخت البطل كان اسمه كمان محمد فوزي كلكم تعرفوا هذا كان نجم بيغني وصوت حلو كان النهار ده المعد يا ورده كان النهار ده المعد يا ورده بقالي الساعة خليك شهده حلفتلي وقالت جاية سداتي كلامها وجيت وهوفات الوقت عليها لا برأتي ولا تهنيت لو عيد البنات خياري وغراضهم فلا وحياتك في ساتة ولم تستعلي انت لك على نياتك ديالة للحبيبة تعلم بيغني انت الغرم جاية لك انت بيغني عني لكن لك لا بك لا بك لا نجدش مالك شهده 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 انتو كده كلكم ايوه 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 جاية لك انتو ليه من خطوكم موسيقى بدو كون الفيلم عاملينو اسمو ميكروب الحب بتذكر مظبوط اسمو قال هو ميكروب بيسري من مصر للبنان شفت كيف ويعني نفس القصة انه انا بكون بمصر وبتعرف عليه وبيحبني كتير بصير انا ببعت له اخبار مع اختي اختي مين حتكون كانت فاتن حمامة اجا المنتج قاله لكن هي اصغر من فاتن ازاي حتاخد دور البطولة مش معقول هي الزغيرة حتحبه اختها كبيرة مش معقول قاله حلمي رفلي لأ انا مستعد اعمل لها المكياج اخليها تبان قدها واكبر منها وفعلا عملولي تيست يعني عمللي مكياج قاله خلاص ناجح 80% يعني 80% متل ما عرفت انا قالولي بهليود قالي لينجح 80% تيست انه مش الحال انه بيانت صبية شفت كيف وعلى هالاساس هاي كان هاد اول فيلم وكان تاني فيلم حيكون مع الله يرحمه كمان اسمه احمد سالم مثل مع ليلة مراد اه عدة افلام وثالت فيلم حيكون كان مع انور وجدي وبعدين بهالوقت هادا عارفوا فيني بمصر طبعا بالوسط الفني فريد الاطرش تصل فينا بالبيت وبذكر مظبوط لما عزمنا لعنده كانت عايشي معه الفنان الكبير يسمي جمال عزمني انا وبابا وماما لعنده على البيت وقال له انا عايز اعمل ثلاث افلام مع بنتك وحكي معه هيك قال له انا سمعت كتير هون المصريين كلونا عم بيحكوا بدي اسمع صوتها وجاب العود فريد اه عطالي المرحوم بابا وغنيت انا وكان فعلا قال له انا زهلت انا مش عارف انه في بنت من لبنان بتغني كده مش معقول يعني ده يعني كل اللي اجوا من لبنان انا سمعتهم ما شفتش واحدة بتغني كده انا عايز البنت اعمل ثلاث افلام معها اعمل عقود كمان فريد الاطراش قال له لبابا قال له ما فيناه انه كتبيه له لبابا انه ممنوع بهالوقت لانا بعمل فيه الافلام مع نياز مصطفى ممنوع اعمل افلام تاني برا شو غنيتي امام فريد الاطراش اه للحقيقة غنيت غنيت له شي مصري انا غنيت لليلة مراد والله انا مذكرة ان غنيت شي بس شي له لكن شو هي الاغنية بده اتذكر لك يعني معرف انه غنيت شيء له لفريد انا فيه فيه اغاني لفريد محبه يعني مش مذكرة اذا وياك اذا اغنية تانية بس مذكرة انه غنيت له شيء لفريد وكان معجب بشكل مش معقول قال لي يا ريت انا غنيتها كده لفريد الدنيا هي استطع accounts لفريد الدنيا هي استطاق绝 لفريد الدنيا هي استطاع frater wären فيها لا تدش too حبيبي برضاك تعاني دنيك تكايدني مطرح مطرح وياك انا فيه وانت فيه يا ملاك يا بدر في سماك انا ميل وانت ميل انا عبدك وزاي اطمع في بهاك انا فيه وانت فيه يا ملاك يا بدر في سماك انا ميل وانت ميل انا عبدك وزاي اطمع في بهاك انا عبدك بلين كتاب وينش تكيد ان تساب انا عبدك بلين كتاب وينش تكيد ان تساب تهجرني ليه يكفاك دلال انا زنبي ايه لو قلبي مال هون بعدين صار فيه كتير مشغبات بقى ناس تانين كمان كمان الوسط الفني يحبوا كمان يعملوا طبعا البيتنا كنا يجوا يزورونا باستمرار وقلتلك انا ماما والبابا فنانين وهيك بس انا ما يخلوني قاعد مع الناس طبعا هلا مثلا غير لما انا بدي اغني يعيطلي البابا مثلا يقولون هي بنتي وهذا شكله وهيك بتغني بس على هل اساس يعني ما قاعد مع العالم وحكي معون وهيك لا ما في منه يعني يبعت وراي بس مشان اغني بعدين صار في قصة انه تدانا بدون يصوروا جابوا الملحنين اتفقوا مع الملحنين هنا طب ليش انا بدو يخلوني اكون بطلة وانا صغيرة لانه انا بغني وفتني حماما ما بتغني هلا البابا طلب الملحنين قال لون انا بدي شخ زكريه احمد وبيدي الصنباطي وبيدي الاصابجي وكان بالفيلم في اربع اغاني بذكر خمس اغاني قال لون بدي شخ زكريه احمد واجوا الملحنين اللي عنا عالبيت وابتدوا يعني شفت كيف تدانا بدنا نبلش بالشغل وصرنا مشكلة انه الماما ساخنت كتير اخدناها على المستشفى بقصر العيني هلا الماما ساخنة طبعا وانا ممنوع والبابا حدا وانا ما بيخلوني اظهر الوحدي اعتذروا هون لغاية ما الماما نشوف كيف صحتها بده تكون في يوم قال لي البابا رح اروح انا وانتي نشوف الجو كيف بستوديو هيكي انا فتك بالحديث انه بهالوقت هيدا بمصر عبلوها بعرفنا احنا بمصر وبعت وراهنا ومسك البابا ونصح وقال له ارجوك ما تخليش البنت دلوقتي تخش افلام حرام دي صغيرة خالص وبعدين حرام دلوقتي تبتدي تغني انا خايف على سطح لانه اه ازا بتدت تغني بدون التمرين المظبوط وهيك قال له انا بنصحك نصيحة هلأ اتوقف شوي قال له انا ما بقدر مضيت عقود يعني قال له طيب متل ما بدك يعني هلأ انا قلت له لعبلوهاب وقت قلت له انت مش هتعملي حاجة قال لي طبعا اكيد هعملك حاجة انا اللي هعملك هلأ لما بتبتدي اول فيلم اكون انا جهز لك يعني هلأ رحنا عاستوديو انا وبابا قاعدين احنا بستوديو بتعرف عم بيمثله وهيك انا بذكر مظبوط وشي بيدحك الحقيقة انه ما بعرف ممثله عم بيبوزه ممثل بابا شاف هاش شوفي اخدني من ايدي وطلوا راكد له برا فعلا بس اتذكر انا بمو يعني شي بيهلك من الدحك وبتدي كارفة ابوهن على ابو الافلام على ابو السينما انا اخلي بنتي بديو يبوز انا والله شو بديب هالشغل اخدني وراح وتاني يوم بيتصل بنيازي مصطفى وبحنا فوزي قالهن الفلوس بعدهن فلوسكن متل ما هنه انا بنتي محفوط على السينما ابدا ابدا ولا بشكل ليه ماليه قالهن لا انا طبعا ما بخليني احكي ولا بقدر قلن انه شاف هيك شي يعني وبطل مسلا قالهن انا شفت قلت الادب بالستوديو قالولو يعني انت شو مفكر تمثيل لازم يحكوا مع بعضهم من بعيد قالهن لا انا بنتي ما بخليها يعني انه ما يحكوا مع بعضهم من بعيد بس انا بنتي ما بتمثل بس انا ما ابدا بتبحى قبل ما تمثل وفصخ العقود معهن وما بقى بده ليشوف فريد الاطرش ولا يشوف حدا ولا بده يعني يفوت على استوديو هلا هون كان كتير في عالم طبعا عم تفوت تتواسط لانهن هولي الجماعة كانوا تكلفوا وحضروا يعني غير مسلا هو رجعلهم المبالغ اللي هن دفعينا بس هن يعني دفعين لما ستين كتير ودفعين اشياء كتير وملحنين وهيك كله راح عليهم شفت كيف لانه البابا مرضي ابدا ابدا راح وماما مريضة قال لي يا ميحي اللي مرحتي انتي لو شفتي انا اللي انا شفته بستوديو يا لطيف حكالة طبعا قال لي ظهر يا بنت لبرة ظهرت انا حكى عم يحكي لها عم يحكي لها اللي شافه طبعا وما رضيه ابدا واجهوا وسفرني على لبنان معهم وضلت هي بالمستشفى بعد مدة يعني رد راح جابه هو هيدي ورجعنا على لبنان هون هلأ لما رجعنا على لبنان ضل مدة ما بدي خليني بقى اغني يعني حتى لا لقي زعب دياني اروح اغني ولا شي خلاص وقفني عن الشغل مردت ماما كتير بعدين مرد هو كتير وبعدين في بيناتهم اربعة شهر بابا توفى قبل ماما هي المريضة هو توفى قبل منها باربعة شهر كنا بتذكر كنا بعلاي مصيفين توفى البابا اي بتذكر بعدين انا اشتغلت بي بطانيوس بعلاي واشتغلت لانه ما كانش في حدا عم بعيل على عيلي غيري انا وماما مريضة شفت كيف ضريت اني اشتغل اشتغلت بي عن طانيوس كنت اشتغل بمحلين ثلاثة كل يوم يعني نمرأ نمرأ كنت اعمل هيك وبيقتل شهين وبمحل عويس وبطانوس وبحمدون يعني شفت كيف كنت اعمل اربع اربع وصلات كل يوم ايه وبعدين الماما كمان عطتها كامرة هون بعدين في مرحلة جديدة بيزي واشي موسيقى 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 إِنَّكْ نَاعِمْ يَ نَاعِمْ يَحَّلَوْتَكُ وِإِنتَ فَاهِمْ على خدك وردي نادي يا سلام على الورد بعيونك داب السحر ونقطع الخد وعمره متجل السعد لولا من سحر عيونك والمباسم يا ناعم اه يا ناعم اه يا ناعم بدي نذكر أصدقاء المسلمين انه لها الفترة هايدي كنتي ما زلتي اسمك بيبي وما كنتي حملتي بعد اسم وداد والوالد والوالدي توفوا وكنتي انتي بلشتي تشتغلي لإعادة العيلي من هون شو منكمل ومنقول قلتلك انه انا كنت اشتغل يعني قبل ما الماما تتوفى وهيك هلا بعد ما توفت الماما رجعت انا على الازعى رجعت اشتغل يعني بهلوقت هيدا كان فيه الله يرحمه كمان الاستاذ عمر الزعني وكاني يضل معه عبدالجليل وهبي انا ما عارف اسمه حتى عبدالجليل وهبي ما عارف مين هالشاب يعني اشوف لما فوت على الازعى على طول يحتفلوا فيني عايت لي يا عمر الله يرحمه يقول لي ولو تعدي معنا هون عارفك هذا شاعر كويس وبدو اكتبلك اغاني بكرة للازعى وهيك مهم تعرفنا يعني صرنا نعرف بعض وكان بتذكر وقته كان حليم الرومي كان رئيس اسم الموسيقى بالازعى القديمة اللي هي حد العدلية تعرفنا على تعرفت على عبدالجليل وصار فيه يعني كلام هيك وانتي وين ساكني وكذا وكان يجي يحضرني اوقات لما اغني يعني بحفلاتي وهيك وحصل الزواج يعني حصل هون انا كان اسمي بالاول بيبي هلأ صرت تقول اسمي الحقيقي كان فيه ازعة الشرق الادنى تجي تاخد اغاني وهيك على ايام ما انا كنت تزوجت عبدالجليل وهبة هلأ صار فيه عبدالجليل يتعامل مع فليمون كان يقولوا بالازعة باستمرار كلمات عبدالجليل وهبة غناء في الحام في ليمون وهبة وغناء بهية وهبة وانشعر الاسم بها الطريقة انشعر الاسم كنت غني بها باسمي هيدا الحقيقي انا طبعا غنيت مجموعة اغاني هلقبل لك يا هون بس قبل كان عندي كمان اغاني كتير كانت حلوة وكتير كانت انشهرت يعني كان فيه اغنية اسمي يا سلام عليك ولد مكتوب لحبك للابد حبيبي بس ابن البلد واغنية كتير تشهرت الحقيقة كلام مين والحن مين وقتها غنيت يا هيدا كان فنان اسمه موسى حلمي هو كان اغلب وقته يعيش بمصر يعني باعتقد انه اخر مدي كان يشترك مع محمد علي الصباح المنتج ومحمد سلمان مخرج كان يشتغل هو اياهم بس هو كان ملحن ومطرب هو اصله ملحن ومطرب وكان عاملي عدة اغاني ايه لي انا بهالفترة هاي بعدين انا لما تجوزت عبدالجليل طبعا صار في فترة غنائية اه تشهرت فيها اغاني كتير حلوة عمليا هون عبدالجليل اه بقل لك اه كان الملحن فيلمون وهبي محمد محسن بتذكر لك اقل الله يرحمه حسن غندور كان من اه من احلى الملحنين عملي احلى اغاني وقلتلك اه تعارفي على عبدالجليل وهبي اكتر شي انه كان عملي اغنية برسي امي فيها شفت كيف وبتذكر الاغنية هاي دي تعرف علي فيها بعد حسن غندور سمعني ايها ولحنة حسن بيقول الاغنية انت يا اغلى الحبايب على قلبي وعلى روحي مين من بين الارايب يواسيني على جروحي اه يا زماني يا زماني اه ما كان في بالي غدر الليالي المهم يعني الحقيقة مش حافظة كل الكلام بس هايدي الاغنية كانت حلوة واجا سمعني يا حسن غندور قلت له حلوة هاي الاغنية قال لي ايه هادا الشاب ياللي دايما بيضل مع عمر الزعني لي اسمه عبدالجليل وهبي هو عمل كلام وقال لي اذا بتريد هلا احنا المفروض نحس مع البنت الوحدة انه توفت امه وهيك هاي دي خصيصا لامه وغنيت بالاذاعة سجلت وقتا بالاذاعة رجع عمالي اغنية تانية هادا قبل ما اتجوزه يعني اسمه ندرن علي يا نور عينية انحن قلبك وعدت ليا لضوي شمعة في مقام نبينا واجيب دموعها على ايدي تشهد علي هادول لاني حبيتهم انا مشان هيك حفظتهم انا ما بحفظ ابدا يعني لحنى محمد محسين وابتدى من هون يعني كنا نسجل قلتلك للشرق الادنى ابتدى من هون ينشاهر الاسم وفتك بالحديث طبعا لا مش ما فتك بالحديث ما قلتلك انه اخر مرة انا لما رحت عمصر اه الله يرحمه محمود الشريف بقلي بقلي لما انا انا سجلت له اه صورت له اغنية بالتليفزيون اغنية وطنية قال لي حاجة غريبة ده صوتك يشبه صوت وحدك كنت اقعد انا وامك لسوم كل يوم الساعة ثلاثة ونص نقعد على الراديو في الشرق الادنى اسمها بهية وهبة اسمها بهية وهبة انا تهبلت هو عم بيحكي قلت له يعني شو كنت تحب صوته انت يعني قال لي ده صوتها جنان مفيش فنانة امك لسوم تصحى من النومه وكان جوزة لامك لسوم اجه بفترة انه كان مجوزة وكانت هي رئيسة نقابة صحيح انا في التك بالحديث لما كنا بمصر انه انا تعرفت على امك لسوم عن طريق اهلي كانت رئيسة نقابة وكانت مجوزة لستاذ محمود الشريف كانوا مجوزين يعني هلا هو ما بيعرفني بس انا تعرفت على امك لسوم بالنقابة بس هو ما شفته بس لاخر مرة انا اللي كنت فيها بمصر قال لي حاجة غريبة ده صوتك بتهيأ لي بهية وهبة قدامي بتغني قلت له انت منهم تعرفها قال لي انا كنت اقعد انا امك لسوم بعد الظهر كانوا يزيعولها اغاني كنت قول لي امك لسوم اسمها ده في 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 صوت كده في الدنيا في احساس كده ما انا مسمعتش في حياتي صوتك حاجة غريبة بقولك هو بيع قمت انا بكيت بكيت ليه لانه تغيير الاسم بيهد الفنان اتصور انت بتبني اسم بتضلك عشرين سنة تبنيه ويجي من يمحيلك يا ينسفوا ناس في واحدة طب شو بيصير هون بهالاسم بضيح بدك ترجع تركز بدك ترجع عشرين سنة تانين تتعب لحتى ترجع تربي اسم تاني صح ولا لا يعني اللي بفهمه من حديثك انه انت وقتها كنت مغيرة اسمك وصار اسمك وداد انا انا كان اسمي الحقيقي بهية بس بما اني كنت مزوجة يعني عبدالجليل وهبي اه حط قبتلك انا كان مش كتير الاسم كلمات عبدالجليل وهبي الحام فليمون وهبي وغناء بهية وهبي وكان وقتها على طول فليمون يعني اغلب الاغاني هو يلحل ياهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة